وإلى عالم كرة القدم حيث أعلن النادي ريال مدريد استقالة زين الدين زيدان من منصبه دون أن يتطرق إلى الأسباب وكشفت تقرير صحفية إسبانية الأسباب وراء قرار الفرنسي زين الدين زيدان عدم استكمال مشواره مع ريال مدريد لكن صحيفتي ماركا وإس المقربتين من النادي الملكي أشارته إلى نقطة أن القرار متخذ من قبل المدرب الفرنسي منذ مدة طويلة وليس فقط مؤخرا وأكدت الصحيفة أن شهر يناير كانون الثاني الذي شهد خروج الريال من كأس ملك إسبانيا على يد فريق الكويانو ثم إصابة زيدان بكورونا لعبا دورا في زيادة الضغوط عليه وقراره المغادرة نهاية الموسم وذكرت تقارير أخرى أن زيزو شعر بأن اللاعبين تخلوا عن مبادئ النادي الملكية وأصبح هناك حالة من عضب الالتزام في صفوف النادي وبكلمات مؤثرة ودع سيرجوراموس زيدان عبر انستجرام قائلا هناك زين الدين زيدان واحد فقط أتمنى لك الأفضل دائما أنت تستحق ذلك فأنت شخص معتاد على الفوز استمتع في حياتك المقبلة ومع أسرتك شكرا لك مستر شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك